عامان من الانتهاكات يشهدها اليمن على يد ميليشيات موالية لإيران عامان تلبدت خلالها سماء البلاد بالصواريخ الإيرانية العابرة للأجواء والحدود واليوم تتعالى الأصوات بضرورة محاسبة إيران على دعمها ميليشيا الحوثي لإطالة أمد النزاع في اليمن بعد أن تبت أمام أعين المجتمع الدولي بالأدلة الدامغة تورط النظام الإيراني في تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ تداعيات محاولة استهداف الرياض بصاروخ باليستي حوثي إيراني مستمرة دعوات يمنية للتصدي للنفوذ الإيراني وتجاوب من المجتمع الدولي لتضييق الخناق على طهران فممارسات الأخيرة لم تعد تنطل على أحد وباتت حسب الرسميين بحاجة إلى ما يضع لها حدا هذا الموضوع كان مثار نقاش بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد ضرورة محاسبة النظام الإيراني لتزويده الميليشيا الحوثي التابع له بالصواريخ وأعرب ترامب عن إدانة الولايات المتحدة استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني دعا المجتمع الدولي لإرسال رسائل قوية إلى النظام الإيراني لحثه على وقف إرسال الصواريخ إلى ميليشيات الحوثي في اليمن هل سيسكت العالم على هذه الجريمة؟ هذا صاروخ قامت بتسليمه دولة غير مسؤولة دولة إرهابية دولة تمارس الإرهاب تسلم هذه التكنولوجيا وهي محظورة بالقانون الدولي تسلم إلى عصابات مسلحة مثل الحوثيين ليقوموا بقصف هذه المنشآت الحيوية دعوات المواجهة هذه شملت دولا أوروبية تعتزم ردع النفوذ الإيراني فقد دخل على الخط الطرف الإلماني حيث كشف وزير خارجية ألمانيا زيغمار جابريال عن توافق بين بيرلين والرياض بشأن ضرورة الوقوف بوجه الدور التي تلعبه إيران في المنطقة لسيما تحجيم دور حزب الله اللبناني هذه الحركة الدولية المناهضة للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم تأتي تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي على ضرورة مواجهة التمدد والنفوذ الإيرانيين معنا من رياضي الخبير العسكري والاستراتيجي محسن خصروف ومن جدة الكاتب والبحث السياسي صالح جريبيع الزهراني أهلا بكم ماضي في الكلمين أبدأ معك سيد صالح ضيفي من جدة بداية مساء الخير تتزايد الإصرار وأيضا التأكيد على الحاجة بضرورة وضع حد لسياسات إيران المتزايدة تجاه المنطقة آخرها كان إطلاق الصاروخ باتجاه الرياض لكن ما الخطوات القريبة من التحقيق سيد صالح في رأيك ضد هذه الممارسات أسعد الله مساءك أستاذ فيصل والأستاذ محسن والمشاهدين الكرام الحقيقة أن ما تقوم به إيران هو اختراق صارخ لجميع قرارات الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية عضو فاعل في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة وهي ليست دولة معتدية أو تخوض حربا مباشرة مع حكومة شرعية وإنما هي تدافع عن نفسها وأيضا تحاول أن تساعد الشرعية في اليمن من أجل الاستقرار وهي تقاتل عصابات إجرامية راديكالية متشددة إرهابية وتنفذ هذه العصابات داخل اليمن أجندة خارجية إيرانية واضحة ولذلك فإن إيران بتزويدها هذه الميليشيا الخارجة عن القانون بمثل هذه الأسلحة البلستية الخطيرة يعد انتهاكا للقانون والأعراف الدولية ومن حق المملكة العربية السعودية أن تتحرك على المستويين العسكري متى ما أرادت ذلك وقد صرح المسؤولون السعوديون بأن من حقهم الرد في الوقت والمكان حيث يختارون أو في الوقت المناسب ومن الناحية السياسية فإن من حق المملكة العربية السعودية أن تتحرك باتجاه الممتحدة ومجلس الأمن وتقدم شكوى ضد إيران خاصة وأن الدلائل أثبتت على إيران وكلنا رأينا المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطن والأسلحة التي حصلت عليها لدارة الأمريكية التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك طيب لكن سيد صالح سؤالي كان حول ما الخطوات القريبة من التحقيق نعلم الأدلة باتت أوضح حول إدانة إيران وعرض ذلك على العالم لكن ما الخطوات القريبة من التحقيق سواء من قبل المملكة العربية السعودية الدول في الإقليم أو حتى في ظل تعاونها مع دول أخرى حول العالم ما تحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الموقف الألماني الداعم للرياض مؤخرا المجتمع الدولي يرفض هذه الانتهاكات التي تقوم بها إيران وكلنا نعرف أن إيران مصنفة كالراعي الأول للإرهاب في العالم وهناك عقوبات اقتصادية ربما يتم تغليضها وليس فقط الموقف الأمريكي أو الألماني كلنا اليوم رأينا الرئيس الروسي أيضا اتصل بخادم الحرمين الشريفين وأدان ما تقوم به إيران بتزويد الحوثيين بهذه الأسلحة كما قلت لك أخي فيصل التحرك ممكن أن يكون عسكريا وهذا من حق المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تراه طيب انتقل إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد صالح جريبي وهنا انتقل إليك سيد محسن خصروف خيارات الدول الإقليمية المملكة العربية السعودية أمام هذا التدخل بشكل مباشر لزعزعة أمنها وليس البقاء أو ابقاء التحدي الأمني في داخل اليمن كمثال سيد محسن شكرا لك طبعا المملكة العربية السعودية تتصرف كدولة قيادة المملكة تتصرف كدولة تقود دولة تحترم النظام والقانون والحوثيون يتصرفون كجماعة خارج نطاق المسؤولية إيران أعطتهم هذه الصواريخ ويتصرفون بها ويستخدمونها خارج نطاق المسؤولية لا الوطنية على المسؤولية اليمن ولا المسؤولية الدولية في النظام الدولي ليس هناك مكان بالنسبة لهم يمكن أن يكون محرما أو ممنوعا أو عليه خطوط حمراء كما يقول كل المناطق مباحة ومتاحة ويعلنون أنهم سيستهدفون أي مكان وأي كان مقدسا أو استراتيجيا أو سياديا أي مكان لذلك فإنه في ضوء هذا الموقف الموقف اللامسؤول للميليشيات الحوثية ولا مسؤول أيضا لإيران التي تعطي مثل هذه الأصلحة استراتيجية لتهدد أمن المنطقة فمن حق المملكة العربية السعودية أن تتصرف بما تمليه عليها مصالحها والحفاظ على أمنها القومية نحن نعرف أن المملكة تستطيع أن ترد مباشرة عسكريا بمئات بل آلاف الصواريخ إلى إيران خلال ساعات خلال 24 ساعة خلال يوم أو يومين نعرف هذا الكلام ولكن لأن قيادة المملكة قيادة الدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي وتحترم النظام القاومة الدولية فهي تتروى كثيرا ولكن إذا كان ولا بد فلا أتصور أبدا أن المملكة ستظل عرضة مثل هذه التهديدات خاصة إذا كان المجتمع الدولي والكبار على وجه الخصوص لن يتحملون مسؤولياتهم القانونية الدولية إذا هذا التهديد لأمن المنطقة والعالم كانت هناك عدد سيد صالح من العقوبات على إيران لكن رغم العقوبات إلا أن إيران استطاعت بطريقة أو بأخرى دائما التملص أو احتواء هذه العقوبات والإبقاء على سياساتها في حال كانت هناك عقوبات ما الضامن بالفعل أن تغير إيران من سلوكها نعم سيد صالح إذا كان السؤال موجهة لم أسمع بداية السؤال أقصد أن كانت هناك دائما عقوبات يعني العقوبات لم تغير سلوك إيران إذا تمت هذه المرة ما الضامن بالفعل أن تكون ناجحة في تغير هذا السلوك هو بلا شك أن إيران سبق وأن فرضت عليها العقوبات وكانت تعاني الحقيقة إلى أن أتى المنقذ أوباما بالاتفاق النووي وأفرج عن الأموال الإيرانية وعادت تستخدمها الآن في دعم الميليشيا الإرهابية في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان لو أعيدت هذه العقوبات الاقتصادية على إيران لا تراجعت عما تقوم به الآن أو لن حسر دورها قليلا لكن دعني أقول وأؤكد لك أخي فيصل مثلما تفضل ضيفك من الرياض بأنه لا مستقبل للحوثي ولعل استخدام هذه الصواريخ في الفترة الأخيرة دليل على أنه ضيق عليه الخناق فأصبح يضرب يمينا ويسارا بكل ما أوتي من قوة محاولا أن يحقق نصرا وهميا علما بأن هذه الأسلحة الإيرانية وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الدفاع الجوي السعودي أصبحت أشبه بلعب الأطفال ويتم استهدافها بكل سهولة وتدميرها وطبعا نحمد الله على ذلك الحوثي لا مستقبل له كلنا نسمع ساعة بعد ساعة تقدم الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف على مختلف الجبهات فأنا أقول أن الحوثي في لحظاته الأخيرة وسيخسر الإيرانيون الرهان الذي حاولوا أن يصنعوا من الحوثي حزب الله آخر في خاصرة المملكة العربية السعودية ولكن خابت مساعيهم والمملكة العربية السعودية كما أكد ضيفك من الرياض وكما يقول الخبراء العسكريون السعوديون قادرة يعني بحديث السيد صالح هل الحوثي سيد محسن في اللحظات الأخيرة أم أنه يمتلك القدرة للبقاء والمقاومة بشكل أكبر وما حجم المخزون من الصواريخ في رأيك في ظل استهداف مخازن الأسلحة منذ بداية الأزمة من قبل التحالف العربي الحوثي ما زال يعتمد على المنفذ المتبقي له من السواحل البحر الأحمر يعني حوالي 250 إلى 300 كيلو تقريبا ما زالت سيطرته من 2500 كيلو للتهريب بعض الصواريخ حتى هذه اللحظة لذلك فإن تحرير الحديدة يعد أمرا عاجلا لاستكمال السيطرة على بقية الثلاثة الموانئ المتبقية الحديدة واللحية والصليف وأيضا جزيرة كاميران وبقية السواحل هذا أمر لا بد منه الإغلاق المنفذ نهاية بعد أن تم تحرير شبوة والسيطرة على الطريق الدولي الرابط بين السواحل البحر العربي والطريقة التي يؤدي إلى البيضة وبقية المحافظات هذا أمر لازم كون الحوثي ما زال يمتلك مخزون أنا لا أظن أن هذا المخزون يمكنه من أن يستخدم أو يطول عمر هذه العصابات ولكن التضييق عليه ومحاصرته هو الأمر المطلوب هذا أولا ثانيا استخدام هذا الصواريخ بهذه اللامبالاة وعدم المسؤولية وعدم احترام القاون الدولي ولا أي من العلاقات الإنسانية هو عنوان صارخ لهزيمته في كل الجبهات لا أحد يستطيع أن يقول أن الحوثي انتصر في جبهة من الجبهات هو يهزم يوميا في الجوفة صعدة وفي مأرب صرواح وفي نهم صنعاء وفي شبوة هزمة وتم تحرير أهم مديريتين والطريقة الدولي ويهزم يوميا ويهان يوميا في الحديدة في تعز وفي تهام أيضا في الحديدة العمليات الأخيرة كذلك الحال في المنطقة الشمالية الغربية المنطقة العسكري الخامسة ميدي وحرض والمطلوب الآن هو التنشيط كل هذه الجبهات في زمن متوازن لتشتيت قوى الحوثي وتمكن الجيش الوطني من تحقيق أهداف الاستراتيجية والتعجيل بتحرير تعز والبيضاء ودعم مريس أمر في غاية الأهمية لإنجاز العملية طيب لكن سيد محسن هذا التحدي المتزايد باتجاه الرياض هل يدفع المملكة العربية السعودية تغيير سياساتها للتعاطي مع الأزمة أتحدث هنا على الجانب الاستراتيجي مع التحدي الأمني القادم لها من اليمن أم أنها تبقي على تلك الاستراتيجية مع تنشيط لفعاليتها بشكل أكبر أنا لا أدري مدى طول البال أو النفس الطويل لدى قيادة المملكة العربية السعودية ومن المستحسن أن يوجه إلىهم هذا السؤال ولكن أقول أن استمرار التحدي الأمني الذي تواجهه المملكة من قبل الحوثيين لا شك أنه يستوجب موقف ورد فعل حاسم كما يقال لكل فعل رد فعل موازي له في القوة مضاد له في الاتجاه سواء بالنسبة للمليشية الانقلابية أو بالنسبة لمن يدعمهم وهذا طبعا شأن سيادي سعودي وصاحب البيت أدرابي الذي فيه نعم سيد صالح كيف ستعامل أو تستفيد المملكة العربية السعودية من هذه المواقف الدولية موسكو برلين واشنطن إلى أي درجة يمكن بالفعل أن يتبعها دعم سياسي ربما لتحريك هذا الملف ضد الحوثيين وإيران في الأمم المتحدة المجتمع الدولي أخي فيصل هو بالفعل ضد سياسات إيران التوسعية في المنطقة ويقف ويتصدى لها وهناك قرارات أساسا هناك قرارات من الأمم المتحدة خاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216 وهناك انتهاك لهذا القرار وبالإمكان أن يحمل هذا الملف وهذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن ويستصدر قرار وأنا متأكد أن جميع الدول ستصوت عليه عدى بعض الدول المختطفة من إيران والتي لن يكون لصوتها أي قيمة بطبيعة الحال وستدان إيران بموجب قرار من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة دعني أعود إلى ما سبق وأن قلته أتذكر قول وزير الخارجية الراحل الأمير رحمة الله عليه سعود الفيصل عندما قال نحن لسنا دعاة حرب ولكننا إن أجبرنا عليها فنحن قادرون عليها المملكة العربية السعودية سياستها متوازنة وهادئة وبما أن إيران تقاتل عبر أذرعتها في المنطقة فالمملكة العربية السعودية ليست في حاجة لمواجهة مباشرة مع إيران وإنما تقوم بتقليل أظافر إيران في المنطقة وهناك نجاحات على مستوى الوطن العربي الآن نعم يعني أعود لسيد محسن بشكل سريع سيد محسن قال سيد صالح هناك يمكن التعويل على قرارات من الأمم المتحدة من بينها القرار 2216 لكن هذا القرار أصلا الأمم المتحدة لا تتابع تطبيقه في الشأن اليمني كيف يمكن التعويل على مثل هذا القرار الذي كان ربما في بداية الأزمة من القرارات المهمة باتجاه السلم في اليمن يمكن التعويل عليه في حالة واحدة إن وعى الكبار أن النظام الإيراني لا يشكل خطرا على اليمن والجزيرة العربية والخريج فقط وإنما على الأمن الدولي العالمي في هذه الحالة يمكن أن تكون القرارات الدولية ناجعة لأنها ستوضع موضع التنفيذ الإيرانيون يقولون أن صواريخهم يمكن أن تصل إلى جنوى وملطة وفرنسا ومناطق أخرى كثيرة تهدد الأمن العالمي فلابد أن يكون هذا في الحسبات وفي نفس الوقت يعني الدول الكبرى قادرة على أن تحجم الدور الإيراني سواء من خلال قرارات عقوبات اقتصادية أو عقوبات سياسية أو إنذار مباشر هذا أولا ثانيا هزيمة المشروع الإيراني في اليمن هزيمة كاملة واستعادة الدولة الشرعية هو الرد العملي على هذا الاستفزاز أو على هذا التحدي الأمني الذي نقابله من قبل هذه الميليشيات ومن قبل النظام الإيراني هزيمة المشروع الإيراني هزيمة الإنقلاف في اليمن هي الرد العملي على كل التحديات الأمنية التي يمكن أن تهد أمن الوطن العربي محسن خصروف الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من الرياض وكل الشكر لضيفنا أيضا من جد الكاتب والباحث السياسي صالح جريبيع الزهراني شكرا لكم مشاركتنا هذا الحوار